الفقرة الأسبوعية التي تأتيكم في الملعب المرصد الليلة ستكون خاصة بالكرات الثابتة ومهارة التنفيذ والتسجيل منها والتسجيل بين اللاعبين السعوديين والأجانب هذه الفقرة أذكر أنها تأتي دوما بالتعاون مع موقع إحصاءات الدوري السعودي الذي قلت الأسبوع الماضي أنه لعدد من الشباب السعودي المتميز الذي يرسد كل صغيرة وكبيرة وبدأنا التعاون معه والليلة نشاهد مرة أخرى هذا وجه آخر للتعاون وتابع فقرة المرصد منذ بدايات كرة القدم كان هناك طرق عديدة ومهمة للتسجيل وتحقيق الفوز وما تطور اللعبة وارتقام استوياتها للأحسن والأفضل من فترة لأخرى أصبح التنوية والتشكيل لطرق التسجيل مهم جدا والاعتماد على أكثر من طريقة للانتصار لذلك كانت الضربات الحرة المباشرة واحدة من أهم طرق للتسجيل في كرة القدم ومن أفضلها إلا أن ندرة المتخصصين في هذه الضربات وقلة التدريب عليها أهمل الاستفادة الكبيرة منها فتشير الأرقام في دور زين السعودي المحترفين إلى تسجيل 24 هدف من ضربات حرة مباشرة من أصل 74 هدفا في الدوري بنسبة 5.1% من مجموعة هداف الدوري حتى نهاية الجولة الثالثة والعشرون سجل منها اللاعبون المحليون 11 هدفا بينما ذهب 13 هدفا لللاعبون الأجانب ويتزعى محمد الحربي لاعب وسط التعاون قائمة اللاعبين بتسجيل ثلاثة أهداف من ضربات حرة هي كل رصيده من الأهداف في الدوري وسجلها أمام كل من الحزم الفيصلي والنصر ويليه في الترتيب الثاني كل من لاعب الأهل مارسينه دي سيلفا الذي سجل هدفين أمام الفيصلي والحزم ومعين الشعباني مدافع القادسية الذي سجل هدفين أمام الأهل والنصر ويأتي 17 لاعبا في الترتيب الثالث بهدف واحد لكل واحد منهم وفي أرقام الفرق فإن الهلال والتعاون والأهل والقادسية سجلوا ثلاثة أهداف من ضربات حرة مباشرة والاتحاد والحزم ونجران سجلوا هدفين من ضربات حرة مباشرة وتأتي أندية النصر والشباب والاتفاق والوحدة والفيصلي والرايد ثالثا برصيد هدف واحد من ضربة حرة مباشرة ولم يسجل فريق الفتح أي هدف من ضربة حرة مباشرة طيلة مبارياته في الدوري وعلى الجانب الآخر فإن القادسية ونجران هما أكثر الفرق استقبالا لهذه الأهداف حيث استقبلت شباكهما أربعة أهداف من ضربات حرة مباشرة ويليهم الفيصلي والحزم والاتفاق الذين استقبلت شباكهما ثلاثة أهداف من ضربات حرة مباشرة واستقبلت شباك النصر والأهلي هدفين من ضربات حرة مباشرة بينما الفتح والرايد والتعاون استقبلت هدف واحد من ضربة حرة مباشرة وحفظت شباك الهلال والاتحاد والشباب والوحدة على نظفتها من أي هدف من ضربات حرة مباشرة وتطرح هذه النسبة الضائلة لعدد هدف الضربات الحرة المباشرة في دور زين السعودي العديد من الأسئلة هل هو بسبب غياب المتخصص في تنفيذ هذه الضربات أم قلة التدريب عليها أثناء التمارين